معك للوقت يجري معك بسرعة جدا استعدادة الأهل المطش للاتحاد السكنداري وإحنا طمنا كل الناس على إصابة وصامة أبو علي الحمد لله مش في الركبة إصابة بسيطة في مشة القدم بيعمل أشعة النهاردة بعد وصوله للقاهرة وبكرة نعرف نتيجة الأشعة إيه بالزبط لكن اعتامل مقارنة بين أرقام الأهل والاتحاد في الجزء الأخير من البرنامج طبعا مباراة صعبة جدا لأن الأهل والزمالك والاتحاد هم التلات فرق بس اللي في الدورة اللي كسبوا أول جولتين فالاتحاد السنة دي مع بابا فاسيليو عامل أداة كويس جدا الميزة أنه هو الدفاعيا لو استعرضنا الأرقام هنلاقي أنهم ما مدخلش فيهم ولا جون في المطشين نعرض الجدول بسرعة فعمل أداة كويس في أول مطشين اتنين كلين شيت محمود متولي معهم طبعا لعيب النادي الأهل عامل أداة كويس جدا قدروا أنهم برضو يعوضوا بمبلول وبماجم أفريكي كويس عنده سرعات لو استعرضنا الجدول هنلاقي المقارنة ما بين أرقام النادي الأهلي والاتحاد في أول جولتين هنلاقي النادي الأهلي كسب مطشين النادي الاتحاد كسب مطشين فالمباراة أنا شايفة أنها هتبقى طبعا صعبة مش سهلة لماذا؟ المباراة اللي بتبقى قبل فترة التوقف بتبقى صعبة والمباراة اللي بتبقى بعد فترة التوقف بتبقى صعبة لأن النادي الأهلي كان عامل ريتم كويس جدا احنا كنا وصلنا لفورما هيلة في مباراة العين بعد كده ومباراة الزمالك وأول مطشين في الدوري لما كسبت زد وعملت مطشين هايلين قوي في أول الدوري فالريتم بتاعك كنت فرضه والإقاع كان سريع فأنت أتمنى أن النادي الأهلي يرجع يوم الجمعة بنفس الستايل ده بنفس الضغط العالي بنفس الرتم برضو تحاول أن أنت تجيب جمبادري يسهل عليك الأمور لأن الدوري السنة دي مختلف عن كل الدوريات اللي قبل كده وأصعب أكيد أكيد